نشوف السكر وبعض الناس بدأت تتكلم هو فيه أزمة في السكر وفيه نقص في إنتاج السكر إيه اللي حاصل بالظبط فحرك توصفه بإيه؟ شوف إحنا بنستهلك سكر سنوياً 3 و 2 من 10 مليون طن إحنا بننتج مش إحنا الحكومة الدولة بما فيها الشركات الحكومية والقطاع الخاص كله على بقى والقطاع الخاص ما يقرب من 2.8 مليون طن فهناك عجز 400 ألف طن فبيتم الاستيراد من الخارج هناك المفروض مصنع سكر بنجر في غرب غرب المينيا المفروض خلال العام القادم والعام الذي يليه نغطي هذه الفجوة ويكون الإنتاج يصل إلى مستوى الاستهلاك فطول ما هناك نوع من العجز في السوق أو الفجوة في ما يتم استهلاكه وما يتم إنتاجه فبيحصل تحركات سعرية آخذا في الاعتبار برضو سعر الصرف التضخم إوعى تسقط هذا من حساباتك أكيد طبعا طبعا في تضخم عابر يعني اللي هي بربع مئة ألف طن جاي للي محملين تضخم من بره نقل طبعا وشحن ونولون وتخزين وزي ما قلنا أن لما بيحدث زيادات في المحروقات فهناك علاقة رضاية ما بين المحروقات وسعر السكر كويس فبالتالي حصل زيادة في السوق الحر ولكن الدولة زي ما ذكرت بالنسبة للمتعاملين مع وزارة التموين أو من هم تحت مظلة الدعم نحن عندنا 23 مليون بطاقة تموينية 64 مليون مستفيد من المقرارات التموينية لدينا 32 سلعة تموينية و72 مليون مستفيد من منظومة الخبز فأنا أقدر أقول أن 70% أو أكثر من المجتمع بيقدر يتحصل على الدعم طيب هاجي على جزئية الدعم ولكن في السوق الحر من شوية السكر الحر هل فيه أليا لضبط السوق هل هيكون فيه مثلا ضخ مثلا من مخزون عشان أقدر أوازن ولا هتسيب السوق لغاية ما يوزن نفسه فترة جاية يعني لسه كنا بنتناقش النهاردة صباحا مع معالي وزارة التموين والتجارة الداخلية يعني مرتديا قبعت رئيس مجلس إدارة البورسة المصرية للسلعة لطرح السكر على منصة البورسة المصرية للسلعة فإيه اللي بيحصل لما بيكون هناك عجز ما يكون هناك عجز أو زيادات سعرية غير مبررة بيتم ضخ هذه السلعة سواء لي المنافذ الحرة يعني زي ما حصل في الرز في الفترة السابقة مزبوط خلي بالك كمان السعر ما بين المنظومة التموينية والسعر الحر في فرق كبير طبعا فدايما بيحصل نوع من المؤامات السعرية أو يعني مثلا السكر كيلو السكر في منظومة التموين بـ 12 جنيه و 60 إرش كيلو السكر كيلو الرز في منظومة التموين 12 جنيه و 60 إرش طب بص بقى على قريب هذا السعر لا اختلف خالص ففي فرق طبعا فالمهم لما بيحصل فرقات كبيرة محتاج أنك أنت تقرب السعرين إلى بعض بس في الرز طالت شوي يعني برضو لو نصفع قزمة الرز من سنة طالت شوي الرز لأن الرز قابل للتخزين لفترات طويلة ففي ناس تجرت في الرز وفي ناس حبست الرز وكانت الدولة لهم بالمرصاد مش كده إنما هل حدث تدعيات سلمية نعم حدث تدعيات سلمية ولكن اللي أنا بقول لحضرتك داخل المنظومة التموينية هذا لا يحق أمان أنا محرج جدا جدا إنما لو أنا بتكلم على السوق الحر مؤمنة لو أنا بتكلم على السوق الحر حصل تغيرات سعرية حصل زيادة سعرية هل الدولة التزمت الصبت لا هقول لك مثلا المثال زي الأمح ودي النهاردة هيئة السلع التموينية بصفتها بتمثل مشتري السلع الاستراتيجية والأساسية من الخارج والداخل طرحت على منصة البورسة المصرية للسلع أقمح وصلنا تقريبا إلى 64 جلسة تداول منذ بداية تداول الأقمح على منصة البورسة المصرية للسلع وصلنا النهاردة إلى ما يقرب من 900 ألف طن تم شراءهم من 135 مطحن يمثلوا 96% من إجمالي عدد المطاحن لو لم تتدخل الدولة لطرح هذه السلع على المنصة الخاصة بالبورسة المصرية للسلع لقيت الماكارونة كاتح تغلى المخبوزات كاتح تغلى كل ما يتعلق بمنتجات الأقمح هل هتدخلوا سكر مثلا؟ مش كده لسا بقول حقيقة كنا النهاردة لسا بنتحدث مع علي وزير التموين والتجارة الداخلية الأساس الدكتور علي مصرحي في هذا الأمر فبالتالي الدولة مش صامتة عن هذا الأمر وعايز أقول لحضرتك من أكثر من أسبوعين كان هناك لقاء مع دولة رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء المعنيين لتحفيز البورسة المصرية للسلع كل ما يكون هناك تداول لعدد من السلع على البورسة المصرية للسلع هيكون هناك شفافية طبعا مش كده هيكون هناك عرض وطلب حقيقي هتبتدي الأسعار يبقى عندك إندكس للأسعار معلك أسعار استشارية ومؤشرات طبعا مش كده فدايما بقول البورسة المصرية للسلع أو البورسات السلعية في المطلق زي بورسة شيكاجو زي بورسة أنكارا زي بورسة أي بورسة في أي دولة بتعمل وزن للسوق وخلي بالك البورسات مش لازم تكون بورسات حكومية أو مملوكة للحكومة ممكن قطاع خاص يعني احنا عندنا في البورسة المصرية للسلع هناك مساهمات من بنوك استثمار خاص فبالتالي نحن نعول على البورسة المصرية للسلع كأداة اقتصادية في تنظيم السوق بجانب الأجهزة الرقبية إمتى هتأخذ القرار في السكر نعود تخيل بورسة السلع إحنا دلوقتي بندرس السكر وإن شاء الله هننتهي منه قريبا وكان هناك بعض المطالبات من بعض الشركات المنتجة للسكر إن يتم طرح السكر على الشركات طلبت بدأ نعم خلي بالك بيبقى فيه مقاومة شديدة من التجار والمنتجين إن هم يتدولوا على منصات البورسة ده على مستوى العالم شركات التعبئة الكبرى مش بس التعبئة إنتاج وتوزيع وتعبئة في المطلق الناس تقولك إيه وإنت تعرف ليه حجم أعمالي وحجم التداول بتاعي أنا حر وإن حاجات راح السلعة ليه عندك على المنص إحنا بسوق حر يعني بالزبط آه تمام فلازم إنك إنت تشجع طيب تشجع إزاي؟ الدولة هي أكبر بائع ومشتري في مصر مش كده؟ مظبوط بأحجام التداول دي طبعا بحجم وأحجام التموين المشتريات طبعا ما بكلمش على تموين تمام نخرج التموين للسلع تمام هي بورصة ليست قاصرة على حصالات زراعية أو سلعة تموينية إنما ممكن تحط الدهب الحديد القطن وأي سلعة قابلة للتخزين وليها أحجام وكميات في التداول هي صالحة إن هي يتم تداولها على منصة البورصة المصرية للسلح يعني مثلا بصوا على البورصة زمان كان عندنا بورصة القطن بورصة القطن مش كده؟ طيب أنت عندك بورصة شيكاور بيتم تداول فيها إيه؟ طاقة ومعادن بما فيها المعادل النفيسة وسلع غزائية وحصالات زراعية صح طيب هل البورصة المصرية هي قاصرة على منتج بعينه؟ لا إنما صالحة ليتداول عليها أكثر من سلع بغض النظر عن الأورجين أو عن مصدرها يبقى رغم المقاومة لكن قريبا قد يكون سكر داخل بورصة سلع المصرية بالضبط ده دي من بنقول هناك تشجيع من قبل الدولة وزي ما بقول الدولة لها أنياب ضد المخالفين إنما ضد المنتظمين طبعا الحقيقة الدولة بتشجع وبتعزز تواجده فإن شاء الله قريبا زي ما طرحنا الرد زي ما طرحنا الدرة الصفرة طيب أنا هدي لك مثال قبل ما يتم تداول الدرة الصفرة على منصة البورصة المصرية للسلع كان سعر طن الدرة في السوق 20 ألف جنيه فبالتالي زادت أسعار الأعلاف تمام وبالتالي زادت أسعار الدواجب أجمة الفراخة بكاملكال معنا من شهور بالضبط وبالتالي زادت أسعار بيض الماء ده خدت بالحق ممكن منتج واحد أو السلعة واحدة طبع يكون لها أفر يسمع في أكثر من السلعة طيب النهاردة إيه اللي حصل لما هيئة سلع تدخلت وطرحت الدرة الصفرة على منصة البورصة المصرية للسلع انخفض وانخفضت أسعار الدرة الصفرة من 20 ألف جنيه إلى النهاردة 11 ألف جنيه وأقل فإيه اللي حصل انخفضت أسعار الأعلاف أعلاف الدواجب طب إيه اللي حصل انخفضت أسعار الدواجب طب إيه اللي حصل انخفض أسعار بيض الماء ده فتدخل الدولة بأدوات اقتصادية يؤدي إلى ضبط السؤال أكيد ما في الشكل